في أحدث انتكاسة لميليشيات الحوثي أكدت مصادر للعربية مقتل عدد من كبار قيادات ميليشيا الحوثي بينهم أفراد من أسرة زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في غارات في صنعاء وصعدة وكانت غارات التحالف العربي على ضحيان بصعدة قتلت الأسبوع الماضي قيادات منها محمد حميد بدر الدين الحوثي ابن شقيق زعيم الميليشيات وعبد الله حسين الحوثي ابن المؤسس والقياديين في مكتب الحوثي علي حمود العزي وأبو طاه العجري إضافة لأحمد عبد السلام العجري وهاشم الضحياني وفي التطورات الميدانية قتل 23 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال اشتباكات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز وقال مصدر في المقاومة إن الاشتباكات دارت في جبهة المصراخ فيما صد رجال الجيش والمقاومة هجوما لميليشي الحوثي والمخلوع صالح على مواقع المقاومة في جبهة الدحي وجولة المرور والبعرارة والحصب وتمكنوا من تدمير مدرعة عسكرية وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة تأتي المواجهات في ظل استعدادات عسكرية كبيرة تجري لخوض معركة استعادة تعز وفق ما نقلته قيادات في الجيش الوطني والمقاومة ومحافظ تعز الذي أكد أن التحضيرات للعملية العسكرية باتت في مراحلها النهائية حسن جوليد العربية